لا يكون الموت مرة تموت المدن ألف مرة إنها الموصل ثاني حواظر العراق وإحدى قلاعه الشاهقة وعنوان حرب طويلة انتهت بمثل هذه العيام قبل ثلاث سنوات لم يكن الإرهاب وحده الهدف بل كانت المدينة نفسها في العاشر من تموز 2017 أعلن رئيس الحكومة وقتها حيدر العبادي انتهاء معركة الموصل لا يبدو أنه كان دقيقا بل طويت صفحة حرب لم يكن سكان المدينة طرفا فيها بل ضحية تسعة أشهر كأنها تسعة عقود مرت على الموصلين وهم بين فكي كماشة تنظيم يسيطر على المدينة وجيش وميليشيات يهاجمونها وبين الطرفين تقل الفوارق إلى حد كبير في الدموية والقسوة وحتى في الأهداف كلما تقدم المهاجمون أكثر ارتفعت فاتورة الدم حتى اختتم من سموا أنفسهم بالمحررين معركة الموصل في المدينة القديمة التي هدمت بشكل كامل أحجمت الحكومة وميليشياتها عن الحديث بالضحايا المدنيين لكن الدم شاهد فأفصح عن نفسه أكثر من أربعين ألف مدني قضوا نتيجة العمليات العسكرية بحسب الانديبيندت البريطانية لا يختلف أحد بالإشارة إلى المسؤول الأول عن المقتلة العظيمة في الموصل من هاجمها بالطائرات وساوى أحياءها بالأرض لم يكن مهتما بالمدنيين نظرة سريعة على المدينة تؤكد ذلك طحنت المدينة ببشرها وحجرها حتى بدت كمدينة أشباح جميع جسورها الخمسة وكل المستشفيات وجامعتها العريقة سحقت تحت نيران القصف الجوي والأرضي بل ثمانين بالمئة من بنيتها التحتية خرجت عن الخدمة كما قال مجلس محافظة نينوى ورغم النكبة الصادمة والكبيرة خرج العبادي متباهيا بالنصر أي نصر؟ حال المدينة بعد ثلاث سنين يشيء أكثر بالإجابة فالصفحة الثانية من معركة الموصل استهلت بعد السيطرة عليها عمليات انتقام وتنكيل على خلفيات طائفية شهدتها المدينة عبر حملات اعتقال يزج ضحاياها في سجون سرية تديرها الميليشيات يموت بعضهم تحت التعذيب أو يصفرون أو ينتهي بهم الأمر إلى أحكام بالإعدام أو المؤبد في جلسات محاكمة لا تستغرق سوى دقائق بحسب منظمة هيومي رايس ووتش لم يسأل الموصليون عن الإعمار ولا البناء بل ضاقت بهم الأرض بجثث ذويهم تحت الأنقاض وللميت حرمة لم ترعها الحكومة ولا أجهزتها فلم يجد الناس بدا من انتشال جثث ذويهم بجهودهم الذاتية بعد أن خنقت رائحة الموت رئة المدينة وضع الموصل 2020 لا يختلف كثيرا عن أيام الحرب سوى أن صوت القصف والمعارك استبدل بحرب صامتة تهدف لتغيير واقع المدينة بيد الميليشيات الطائفية التي تسيطر على أمن الموصل واقتصادها ودوائرها حتى بدأت تنازع أهلها مساجدهم ليس من قبيل الصدفة أن تعامل الموصل بهذه الطريقة وليس من فرضيات المؤامرة أن خطة محكمة لهدم مدن العراق وتغيير ملامحها تطبق على الأرض سواء بشماعة الحرب على الإرهاب أو غيرها لكن الفاعل قد يتغير من أمريكي في السماء إلى إيراني على الأرض وها هي الموصل بعد ثلاثة أعوام أنموذج شاخص لصورة تلك المدن بأعين أيتام سليماني وأدوات المشروع الإيراني لكنهم نسوا أو تناسوا أن الموصل كالعراق يمرض ولا يموت